بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة النهاردة هنكلم عن تصميم الاعدال المستطيلة. هي الاعدال المستطيلة هي نفس فكرة الاعدال المربعة. الموضوع واحد. يعني الموضوع سهل خالص هي بس في خطوطين ثلاثة جداد وخلاص. بس أنا قبل ما ابدأ اتكلم في الموضوع عايزك اقول لك على سؤال نظر مهم ساعات كتير بيه في امتحانات. السؤال ده بيقول ليه? بيقول لك يا بشمهندس في تصميم الاعدال المستطيلة فيه اتجاهين. فيه طريقتين علشان نصمم اعدا مستطيلة. الطريقة الاولانية قال لك ان احنا نصمم الاعدال بطريقة توحيد الرفرفة في الاتجاهين. يعني ايه الكلام ده? يعني ده العمود بتاعي ليه الكولوم وبي كولوم. طول العمود وعرض العمود. فانا اصمم الاعدال بحيث ان انا اعمل ايه بقى? اخلي الرفرفة في الاتجاه دهوت. مش انا عندي عزم في الاتجاه ده. عاملت كده. فكنت بروح اجيب الام اكشوال من هنا كده على وش العمود. اخلي الرفرفة في الاتجاه ده. هي نفسها الرفرفة في الاتجاه التاني. يعني اكنك بالزبط خليته ازا ما اسألت المربع بتاع السيكشن اللي فات. مش احنا في المربع. قلنا ان الاعدا مربعة وان العمود مربع بالشكل ده. فلو خدت اقطاع هنا هيدي لك هنا مسافة ايه? ولو خدت اقطاع هنا. هتلاقي برضو ده ايه? مسافة ايه? فالعزم اللي موجود هنا ده. الام اكشوال دهوت اللي انت بتصمم عليه هو نفس العزم اللي موجود الناحية التاني. فالترى الاولانية اخلي الرفرفة واحدة في الاتجاهين. تبدا يفيدك في ايه? قالك ان الحل ده هو اقتصادي اكتر. وايه كمان? ان التسليح اللي انت هتحسبه في الاتجاه ده? في الاتجاه ده هوت هيبقى هو نفسه ده ما هو نفس العزم. فالتسليح اللي حسبته كده هو نفسه ده. طب اللي نعمله في السيكشن ايه? هو ده اللي احنا هنعمله. هنعمل طريقة معينة كده تخليه لك الرفرفة في الاتجاهين زي بعض بالزبط. بس انا بقول لك الكلام ده ليه? علشان ده سؤال نظر مهم. قالك الحاجة التانية ان في ناس او دي طريقة تانية هو مش ناس بعمله كده ولا حاجة. ده هو ما يبقى مضطر ساعات يعمل كده. بيعمل ما يبقى مضطر ان هو يصمم القعدة بطريقة نسبة ابعاد العمود. يعني يا بشمانس العمود ده طوله اللي كلهم وعرضه بي كله. فاجه اعمل القعدة كده بحس ان ده طول القعدة ال وعرض القعدة بي. وبالمناسبة احنا بنكتب ابعاد العمود بحروف كده واجه اكتب ابعاد القعدة حروف كابت. طيب. التانية ده بتعمل ايه بقى? بخلي ال ال العالبي. طول القعدة على عرض القعدة بيساوي طول العمود على عرض العمود. يعني لو العمود ده لاستطالة كده عمود طويل او كده. هتلاقي ان القعدة عاملة ازاي عاملة كده. بخ rayon. طول بتاع الاعداء. ده نعمله في اتجاه طول العمود. ده كعدة سابت. طول الاعداء في اتجاه طول العمود. وعرض الاعداء في اتجاه عرض العمود. بظل اول ما بيكبر سويتاش المساة بالشكل ده كده. بتلاقي طول الاعداء بيكبر والعرض بياخد الشكل ده. مهندس تعال كده اخد قطاع0 لوش العمود. wherein فتلاقي سفاعığımız المسافة ايه. خد قطاع الناحية الثانية هتلاقي للمسافة ده مش ايه ولا حاجة ده مسافة تانية اصلا ما انا ما وحدش رف رف فساعتها لايه مختلفة عن البي فالعزم اللي هيطلع هنا مختلف عن ده يبقى ساعتها لازم اعمل ايه لازم ساعتها اصمم الاتجاه ده هوت واصمم الاتجاه العمودي عليه عشان العزمين مختلفين فاصمم الاتجاهين عشان طلع الحديث في الاتجاهده والحديث في الاتجاه التاني بس يا باش مهندس عبي التى راتي ان هي مش اقتصادية ليه مش اقتصادية بتلاقي دايما ان المسافة ده هي كبيرة مسافة ده هي كبيرة فبيخلي لك ان المومنت هنا يطلع كيمته عالية المومنت الامة اكشو Beyt jakiewell بيطلع كيمته عالية قوي ف именно يطلع لك عن حديد كتير عشان هنا تى راتي مش اقتصادية ولحاجة تى راتي مش كويسة بس نعملها لو احنا مضطرين. طيب ايه السؤال اللي ممكن يجدك في الامتحان في الحتة دي مش هسألك في دي انا اكلمتك في دي علشان ده اللي احنا هنعمله في تصميم اي مثال لأعدة مستطيرة ده اللي احنا هنعمله. ان احنا نخلي الرفرفة في الاتجاهين زي بعض. بس سؤال الامتحان هيقول لك ايه يا باش مهندس يقول لك تعالى تعالى اشرح اوضح ازاي بسلح القعدة دي. بس كده يا باش مهندس مش القعدة دي عاملة ازاي عشان نوضحها اكتر خلينا نقول لو احنا عندك عمود كده. ليه هطول كبير وعرض صغير. فابدأ تبدأ تلاقي ان العمود ده هوت. العمود ده هو متركز اكتر في نص القعدة. حمل العمود متركز اكتر في نص القعدة. يعني تأثير حمل العمود في المنطقة المتهشرة دهيت اكبر من التأثير عند الاطراف. المنطقة اليمين دي والشمال دي بعيدة عنه فتأثير الحمل متركز في النص اكتر. طب معنى الكلام ايه ايه ده ان الحمل متركز في النص اكتر قال لك يا باش مهندس ده احنا نعمل حساب الكلام ده في التسليح. يعني لو دي ابعاد القعدة انا بقول لك ده الوقتي ان انا عندي منطقة في النص كده هوت متركز فيها الحمل اكتر. طيب انا الحديد في الاتجاه الطولي ده هوت في اتجاه الطول ده هوت مفهوش مشكلة تعال نعمل الحديد في الاتجاه الطولي نعمله في القعدة كلها مفهوش اي مشاكل. امال انا مشكلتي في اين انا مشكلتي في اتجاه العرض. مشكلتي في اتجاه العرض. فقال لك الحمل بتركز اكتر في النص. تمام. فقال لك تعالى نركز الحديد في النص. فالالل ده هي طولي القعدة والبي عرض القعدة. فتعالى كده هون يجي في النص كده ونقس مسافة بي. افن سنتر العمود واخد بي على اتنين يمين وبي على اتنين شمال. وابدأ اركز الحديد في المسافة بي دي. يعني اجي في المسافة بي واركز فيها الحديد. يعني لو انت محتاج في الاتجاه العرضي ده هوت. عشرين سيخ مثلا. تبق تلاقي ان هنا هو فيه وليكن اتناشر سيخ. وهنا فيه اربعة وفيه هنا اربعة. انا عملت ايه. انا الحملي بتاعي متركز في النص اكتر. فبدأت ان انا اركز الحديد في النص اكتر. طب الكلام ده بتحسب ازاي. قال لك يا بشماندس. تعالى اقول لك خطوة واحدة في حساب الكلام ده. تعالى نسمي عدد الاسياخ اللي متركزة. ان داش. وعدد الاسياخ في الجزء ده هوت ان واحد والناحية التانية ان واحد. ان واحد ده ده الاجزاء اللي انا مش مركز فيها الحديد. عدد الاسياخ في الجزء اللي انا مش مركز فيها الحديد. طب انا احسب الان داش ازاي. قال لك لو احنا فرضنا ان الان عدد الاسياخ الكلي. وليكن بعشرين. ده كل حاجة. علشان اجيب الان داش. الان داش دي. ده عدد الاسياخ اللي متركزة في المسافة بيه. هجيبها من علاقة واحدة. بتقول لك ان الان داش بتساوي. الان عدد الاسياخ الكلي. افتح كوس اتنين على اس زائد واحد. بحيث ان الاس ده هي نسبة الاستطالة بتاعت القاعدة. طول القاعدة على عرض القاعدة. اس نسوي ال على بي. اعوض هنا يطلع دول يكون اربعتاشر او اتنشر سيخ. مثلا اتنشر سيخ. يبقى انا عندي كان عندي عشرين. حاطيت منهم اتناشر في المسافة المتركزة دي. يتبقى لي كم؟ يتبقى لي تمانية. فاعمل ايه؟ اولي عشرين نقص اتناشر. بتمانية. على اتنين يتبقى لي انا اربعة يمين. واربعة شمال. يبقى ان. عدد الاسيخ الكلي. نقص ان داش. يتبقى لي اللي عواز دي حطه يمين وشمال. بقسمه على اتنين. اجيب الان واحد. يبقى الحطة دي عشان نظري. لو قال لك في الامتحان. اشرح اوضح طريقة توزيع الحديد في القاعدة اللي هي نسبة استطالة دهيت. او اللي متصممة ان الرفرفة مش واحدة في الاتجاهين. هنشرحها بالطريقة دي. اعمل له انيكيشن ليها كده. واقول له ان ده هي ان داش. واكتب له العلاقة بتاعتي. انا عملت كده ليه؟ علشان تركيز العمود في الحكة دي اكبر. فابدأ اركز الحديد في المسافة اللي اسمها بي. او قبل ما ندخل نصم يا جماعة يا حد عنده مشكلة في السؤال ده. تعال نخش نصمم المسألة على الاعداء المستطيل. الاول كده هوا في خطواتها. ها في خطوة جديدة هنحطها معنا؟ لا. مثل خطوات القاعدة المربعة بالزبط. اول خطوة بعمل ايه؟ بروح اشوف المساحة بتاعتي. ابعاد القاعدة. بالووركينجلوت. اجيب الابعاد. بعد كده اكشوال استرس. بجيب حاجة اسم الكيو ألتميت اكشوال. بعدين المومنت. بجيب الام اكشوال. واجيب الديبس. اخش اعمل تشيك شير. تشيك بانشينج. تسليح تفاصيل. ما فيش ولا خطوة جديدة. بتاعلك نرى المسألة. بيقول لك هنا ايه؟ ديزاين. صام اعدام استطيلة. لعمود ثلاثين في ستين. ابعاد العمود بتاعتي ثلاثين في ستين. افزا كلهم لود. حمل العمود بتاعي ميت طن. ماشي. افزا نيت اللوبل بلين كباستي. كيو ألوبل نيت. واحد ادوان وعشر. لكل جرم على سنت متر مربع. وسمك الخراصان العادية. اربعين سنت. ومعنى ان هي اربعين سنت. يبقى دخلة معي في التصميم. احنا اتفاقنا. ادام اكبر من خمسة وعشرين سنت. يبقى تخش معك في التصميم. يبقى لعادية اربعين سنت. حمل العمود مية. كيو ألوبل نيت. واحد وثلاثة من عشرة. هنا نبدأ نحل. الخطوة اللونية يا باشموندس منحسب مساحة القاعدة. طيب هي المساحة اللي انا احسبها. مساحة العدية Urban. كيو أخبر سمك العادية بكام. ليس ٢٥ سنت. فترة المساحة اللي انا حسبتها هي مساحة الخراصانة العادية. طيب تبقي على سمك مثام. طيب يا باشموندس أحسب الابعاد الأعدى. البريد ساوي فرطا. بيكولوم على كيو ألوان لت كنون اللي احنا حافظينه تابل بيكولوم بمية الكيو ألوان لت بواحد وثلاثة من عشرة لازم اضربها في عشرة عشان يحولها للطن على المتر المربع فقلت مية على تلتاشر تطلع منهوت سبعة بوين ستة تسعة متر مربع جبت المساحة عاوز اجيب الابعاد يا باش مؤندس انا في الاعداء المربعة كان عندي دهوت اسمه ال وده اسمه ال فخدت الجزر على طوق بالاعداء المستطيلة لأ دالوقتي مجهولين أنا عندي طول الاعداء مجهول وعرض الاعداء مجهول وهنا عرف ذه وهنا عرف ذه هنعمل قبل باش مؤندس في علاقاء儿 الياضيا كده الناس يتوج�وا غيرها empathetic. اخذ العلاقة دي وanefter هذا العلاقه هتلاقي ان الرفرفة واحدة في الاتجاهين أبدأ من هنا ألاقي اللي هي نفسها اللي العمودية عليها هي هيها بالزبط جالك منين العلاقة دي مش عاوزين نعرف إحنا عاوزين النتيجة دلوقتي فقال لك إيه لو أنت عاوز تحسب طول القعدة فالإيه اللي بتساوي جزر إيه زائد اللي كلهم نقص بي كلهم على اثنين طول العمود نقص عرض العمود على اثنين واخد بالك لطول الخرصانة العادية طيب طيب جزر إيه بتساوي إيه جزر سبعة بوينت ست تسعة زائد طول العمود ستة من عشرة متر نقص ثلاثة من عشرة متر أبعد العمود اللي معي على اثنين الدني من هو دا كاثنين بوينت تسعة اثنين طيب الرقم ده رقم مش حلو ما ينفعش أصيب حاجة بالشكل ده بقرب لا أربع عشر سنتي فاخده تلاتة متر طيب أنا كده جيبت الطول جيبت الطول عاوز أجيب العرض قال لك ماشي هي نفس العلاقة ده هي بالزبط بس بدل الموجب تبقى سالم يبقى عرض القعدة العادية جزر الايه ناقص اللي كولوم ناقص بي كولوم على اثنين يبقى جزر سبعة بوينت ست تسعة ناقص ستة من عشرة ناقص ستة من عشرة على اثنين يجديني بأنه كان اثنين بوينت ستة اثنين متر طيب الرقم ده ما ينفعش أقربه لأقرب عشرة سنتي فخليتنا سبعة من عشرة متر يبقى هي إيه العلاقات ده يا باش مهندس العلاقات ده هي بس أنا أخذها هنا هوت عشان أضمن مية في المية إن العلاقات ده هي التي تخلينا نرفرفة واحدة في الاتجاهين فطلعت طول العادية ثلاثة متر وطول وعرض العادية ثنين وسبعة من عشر طيب الخطوة اللي بأعري كده يا باش مهندس أنا عارف إن رفرفة العادية رفرفة العادية ليه حالتين لو سمك العادية قال من خمسة وعشرين سنتي ما كنتش بحسبها ده كلام السيكشن اللي فات طيب ولو أقفر من خمسة وعشرين سنتي لازم أدخل العلاقة اللي بأحسب منها رفرفة العادية طيب الناس اللي محضرش السيكشن اللي فات أنا كان عندي هنا الخرصانة العادية وفوقها الخرصانة المسلح ده الخرصانة العادية هي وفوقها الخرصانة المسلحة وهنا العمود فأنا أتكلم دلوقتي على المسافة سي ده سي ده الرفرفة بتاعة القاعدة أحسب السي دي إزاي قال لك من خلال العلاقة إحنا حافظينها بتقول النقبة الرفرفة عندي لازم تكون أقل منها ويساوي تي بلون كونكريت سمك العادية جزر واحد تلاثة وتلاتين عليك يؤله وبلدت بس شرط العلاقة ده هيت ان انت ما تيتعاوض فيها تعاوض بالكيلو جرام تعاوض بالكيلو جرام وبالسانتي تعاوض بالكيلو جرام وبالسانتي يبقى شيل تي بلون كريت وحط 40 سانتي وشيل الكيوة لو ملت وحط 1 و 3 و 10 فيطلع لده 40 و 45 قربوا للاقل فاخد السي بتساوي سمك العادية بتساوي 40 سانتي قلت لك في الاخر انت هتلاقي نفسك بتاخد السي بسنك العادية برضو بس السيحنا لازم نحسبها عشان دي خطوة عليها ترجع في الانتحان طيب طيب انا عاوز اعمل الشيك صغير قبل ما خوش اجيب الاكشوليسترس هعمل الشيك صغير بيقول لك ايه بقى هذا الشيك ده انا عاوز اتأكد ان طول الاعدة طول الاعدة ماس عرضاه بيساوي طول العمود ماس عرض العمود طول الاعدة ماس عرض الاعدة بيساوي طول العمود ماس عرض العمود تعال كده مش طول الاعدة ثلاثة متر ماس عرض الاعدة اثنين وسبعة من عشرة يديني ثلاثة من عشرة طب طول العمود ستة من عشرة ستة من عشرة ماس ثلاثة من عشرة يديني من هنا ثلاثة من عشرة برضو أنا أقوم بعمل التشيك الذي أقوم بعمله بش مهندس وقال لك أن أضمن رفروفها واحدة في الاتجاهين. ما هو أصلا بش مهندس؟ هذه الإعلاقات التي تقول لها حفاظها هي تظهر لك رفروفها واحدة في الاتجاهين. لكن هذا هو التشيك الصغير لك أن أضمن بس أنك لم تحسبت غلط أو أنك لم تقربت بطريقة غير مزبوطة. لا، هذا ما أقوم بعمل للتشيك النفسي. التشيك يضمن لك أن رفروفها تخرج واحدة. طول القاعدة نص عرضها بيساوي طول عمود نص عرض العمود. طب تعال ان كم؟ تعال دلوقتي بقى نحسب طول الخرصانة المسلحة. أقول لي مش طول القاعدة العادية معي وعرض العادية معي. تعال كده تعال كده أنا طول العادية من هنا كم؟ تلاتة متر شل منه رفرفها يمين ورفرفها شمال يبقى شل رفرفتين. يبقى تلاتة متر شل منه اثنين فاربعة من عشرة يدين اثنين واثنين من عشرة. أعمل في العرض نفس الكلام. انت لو بسط في البلان قادي الشكل العادية في البلان. وشكل المسلحة في البلان بالشكل ده. فعندي رفرفة في الطول في الاتجاهين ورفرفة في العرض في الاتجاهين. فاطرح منها برضو رفرفتين. فأتعال للعرض قولي اثنين وسبعة من عشرة شل منه اثنين رفرفة يديني من هنا كم؟ واحد وتسعة من عشرة. يبقى أنا كده جبت أبعاد المسلحة. أولاً لماذا أجيب أبعاد المسلحة؟ مش أنا براحة أصمم مسلحة. فأنا خلاص جبت العادية وجبت منها أبعاد المسلحة يبقى در العادية خلص خلاص. بالخطوة اللي بعد كده براحة أجيب حقا اسمها الأكشول استرس لإجهاد الفعلي بقى القعدة. ودهما راح أجيبه ألطمت بقول واحد ونص بيكولوم على إيريا. البيكولوم بتاعته بمية. فبالإيريا مساحة الخلاصان المسلحة بكام؟ فلسه جايبها اثنين واثنين؟ واحد وتسعة. يبقى واحد ونص مية على أبعاد الخلاصان المسلح. يطلع من نهوة الإيجاد تحت الخلاصان المسلحة خمسة وتلاتين بوينت تمانية تسعة. طم على المتر المربع عن أسمة على مساح المراد. بالخطوة اللي بعد كده بروح أجيبه المومنت. القطاع الحارج المومنت فينا باش مهندس على وش العمود. فتعالى عند وش العمود وهم تواخد قطاعه. ويبقى دي المسافة إيه إيه اللي أنا محتاج أحسبها عشان أحسب المومنت بتاعي. تبص كده باش مهندس. الرفرفة ده هي. هي نفسها دي. لو أنت جيت حسبتها. هتقول ايه اتنين واثنين من عشرة. ما ستة من عشرة على اتنين. هتلاقي هي هيها. اللي هي واحد واثنين من عشرة. ما ستلاتة من عشرة على اتنين. احسب دي. واحسب دي. هتلاقيهم قد بعض. انت من غير ما تحسبهم انتواصق. انهم قد بعض. ده أنا حسبت من القانون الأولاني والتاني. وعملت عليهم تشيك. فأنا متأكد وضمن مية في المية. فأنا محتاج دلوقتي اصمم اتجاه واحد بس. اصمم اتجاه واحد بس. طب انا بحسب الازاي. قولنا هنحسب الازاي. طول القاعدة. طول القاعدة. شير منه طول العمود. يتبقى لك المسافة اللي على يمين. والمسافة اللي عاش شمال. وهم قسموا على اتنين. يديني المسافة ايه. يبقى اتنين واثنين من عشرة كلهم. في الاثنين من طول العمود. على اتنين اداني المسافة ايه. طلعت بتمانية من عشرة. طيب. الخاصة اللي باعلي كده. انا روح اجيب المومنت. فأمت باخد شريحة من العرض. واحد متر. ليه خدت شريحة. علشان انا باش مهندس ان ما اجي اطلع المومنت. اطلعه المومنت اللي بيأثر على متر وطول واحد. على متر وطول واحد. وده اللي كأكدنا عليه السيشن فات قوي. ان احنا بناخد شريحة واحد متر. من العرض جدهوت. علشان المومنت اللي يطلع. يطلع طن متر على المتر. اللي بيأثر على متر واحد بس. فايبالعازم عامل ازاي دي الوقتي. انا عندي دي الوقتي كابولي. كابولي بالشكل دهوت. وجايلي من نوات حملة من تحت. مجدر وقد ايه. خمسة وتلاتين. بوينت تمانية ست تسعة. فاولد الوقتي ان العزم. العزم هيساوي. ولسكوير على اثنين. يبقى كيو. في ايه تربية على اثنين. ولانا واخد شريحة واحد متر. فخلاص دربت في واحد متر. انت لو دربت في عرض القاعدة بالكامل. يبقى انت كده بجيب المومنت اللي بيأثر على عرض القاعدة بالكامل. بس انا بسات الموضوع. وقلنا ناخد واحد متر بس. فجيب المومنت اللي بيأثر على واحد متر بس. تعال كده اعوض. خمسة وتلاتين بوينت تمانية تسعة. في تمانية من عشرة تربيع على اثنين. في واحد. يطلع من نوات حداش ربوينت ربعة تمانية تن متر على المتر. طيب. جبت المومنت. تعال نروح نجيب الدبس. سي وان بربعة اربعة من عشرة. والام بحتوش ربوينت ربعة تمانية. على خمسة وعشرين في الف. يطلع عضوات تمانية وتسعين وستاشر. رقم صغير او ما ينفعشي. فبناخد تي. تي مين ومم ستمية. واجيب منه دبس الجديد. يطلع بخمسمين وتلاتين ملي. الخطوة اللي بعد كده. هروح اعمل تشيكشي. تعال كده. تعال من وش العمود. من وش العمود. وراء هاخد مسافة دي على اثنين. من وش العمود. واخد دي على اثنين مين. فايبقى اللي بيعمل لك شير. هو الجزء اللي على الجنب ده. طب عايزة اجيبه كاكوة مركزة. كاكوة مركزة. اجيبها ازاي. اقول ان الكيو. الحملة ده هوت الموزع عندي تحت. اضربه في الحتة اللي برا. لو سميتها اكس مثلا. يبقى كيو. في المسافة اكس. في واحد متر في الاتجاه العمودي. يبقى جبت القوة اللي بتأثر على واحد متر برضو. يعني انا عاوز اركز القوة ده هي اجيبها ازاي. يبقى خمسة وتتلين موينة تسعة. في المسافة اكس. في واحد متر. طب الكس اصلا بتساوي ايه. بتساوي الايه كلها. نقص دي على اثنين. ايه نقص دي على اثنين يدي لك اكس اللي برا. يبقى كيو. في ايه نقص دي على اثنين. في واحد متر في الاتجاه العمودي. طب الكيوب كام؟ خمسة وتتلين موينة تسعة. الايه بكام؟ الايه بكام؟ لسه جايبها الوقت بتمانية موينة عشرة. نقص دي. اللي هي تاتة وخمسة من مية متر. انا لسه جايبها خمسة وموينة تلاتين ميلي على ألف. في اطلع الكلام دهوت. ساعة شرق. واثنين من عشرة طن على المتر الطولي. ليه على المتر؟ ما انا اجبت. الشير اللي بيأثر على شريحة واحد متر. يعني اكد انك ركزت الفرصة هنا. شوف الشريحة كده. بركزت الفرصة هنا. رجيب الشير كأجهاد. يبقى الكيو الشير. فعشرة أربعة على بي في الدي. البي بتاعت بكام؟ عرض الشريحة واحد متر. في ديبس القاعدة. خمسة وثلاثين ميلي. يطلع ده من هنا. بوينت ثلاثة ستة اثنين ثلاثة. كنت بروح اقارنا بالكيو سيو. اللي هي خمسة وستم من مية. في يطلع سيف. يبشر بتاعي. سيف. بالعلاقة اللي انا حافظها. من أيام الدي. حد يا جماعة. لا مشكلة لحد الآن. الموضوع مختلف. هو نفس الكلام بالزبط. لا يوجد كلام جديد. تعال نعمل. قال لك يا مهندس. هذا القاعدة بتاعتي. أبعاد القاعدة الخرصانية. اثنين واثنين من عشرة. وهذا العمود ثلاثة من عشرة. من أيام القاعدة. من أيام الدي. سيفientoك في القاعدة، ومذلك يجب أن العمود وتأخذ ما الذي صادقته علىSIون الشال. ما يأخذ انها الدي على mioين. ونحن لاحتي على اثنين. ما يأخذ؟ ومن هناك إلى أن تذهب. وبشكل وهكذا في الخرصانية فوجود على discusses mater This y axis you view . الث aux excel. 6 من عشرة مثلT. يأخذ ذي على أثنين يمين وضغي على أثنين يمين. طب العرض ثلاثة من عشر زائب دي يطلع ثلاثة ثلاثين من مية. طب عاوز احسب الكيو بنشنج يبقى حمل العمود اللي بيأثر معاك من فوق ناقص اللي برد عليك من تحت. طب و اللي برد عليك من تحت ايه? هي هو الكيو ألتمت في المساحة المنقطة ده. احنا قلنا هنركز الاجهاد في المساحة دي. يبقى لبيألتمت بتاعتي واحد ونصف مية. واخد بالك الواحد ونصف ده هتنساها في الامتحان واحد ونصف مية. ناقص الكيو بتاعتي بكام? خمسة وتلاتين بوين تمانية تسعة. في الابعدة هي واحد وثلاثة عشر في تلاتة وتمانين. يطلع ده من هنا كام? مية وثلاثة اعرف ما نفعل الوقت. يجب الاجهاد كاجهاد. اقول يا مهندس لي الاجهاد. في عشر قصة اربعة لبيوت في الدي. البيوت بها دهوة لها المحيط المنقطة. فاقول لي اه ده محيط مستطيل? محيط مستطيل. فاقول لي انه هو عبار عن ايه? اثنين في الطول زيادة العرض. اثنين في تلاتين ملي زاد ألف مية وثلاثين ملي. انا حاولت الأرقام دهات بالمتر حولتها بالملي. في الدبس بتاع خمس مائة وثلاثين يطلع دهات ستة خمسين من مية ميجا باسكا. طب ده بكرنا بايه؟ بكرنا بالعلاقات الثلاثة دو. المعادلة الأولانية دهات دايما بتطلع واحد بوين اثنين وتسعة. التانية بوين ثلاثة واحد ستة في الاي عرض العمود بثلاثة من عشرة. وي طول العمود ستة من عشرة زائد نص سجازة الافس يو على غما سي يطلع من نقض واحد ستة وشرين ميجا باسكا. تعال تحت. الألفة ده معامل بيعتمد على مكان العمود. لأن العمود دهوت بيكون باربع اضلاع فالالفة باربع. طب البي نو ده انا جايبها بكم? لو انت جمعت واحد وثلاثة عشر زي تتة وتمانين من مية في اثنين هيطلع تلاتة اثنين وتسعين. ده محيط الاختراق. فهيطلع من هنا دهوت كام اثنين اثنين واربعين. ده قال واحد فيهم. لقيته اكبر من الكيوبونشنج اللي عندي فعلا يبقى انا سيف. فبتعال نشوف التسليح. انا عند العزم اللي مطلعه كنت مطلعه على المتر الطول الواحد. فالحديد اللي هيطلع معي هو التسليح على المتر على طول. طب العزم الكام يا بش مهندس. حداشر بوينت اربعة تماني. ده العزم اللي انا نطلعه على المتر الطول. فعشر السبع على ايف فيلد بثمانية سبتين في الجي بوينت تمانية واحد. ده انا حافظ الرقم ده. في الدبس بتاعي كام خمسمة وتلاتين. يطلع دهوت سبعمة اربعة اربعة اربعين وحداشر ملي متر مربع على المتر. قبل ما بتحوله اسياخ. لازم انك انت تقرنه بالمينمام الاول لان غالبا بنسبة خمسة وتلاتين في المية بتلاقي ان الاوعد المنفاصلة المنمام دائما هو اللي بياغلب. فاخد بالك. مش دال اللي احاوله. خد بالك. احسك اسي منم. ستة من عشرة على ايف في اللي في البي في الدي. ستة من عشرة تلاتمية وستين. في البي بتاعت كام? البي بتاعتي. انا بحسب الحديد للمتر الطولي الواحد. فاخدت البي بألف. واحد متر يعني الف ميلي. الدبس خمسة وتلاتين. يطلع عدد الانهم متى وتلاتة 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 من عشرة ملي متى المربع. يبقى الاس بيساوي المينمام. او اكبر من اللي انا حسبه. فاخد الاس بساوي الاس مينمام تلاتة وتلاتين. احاول السياخ يطلع تمانية فائد ناشرة. ده فقا انهي اتجاه ده في الاتجاهين. عشان عندي حديد في الاتجاه ده هوت. وممنت في الاتجاه العموضة عليه. فاللي حسابته مرة اخذ زي النحية التانية العمود عليه وخلاص. تبارسم التفاصيل قادي العادية وفوقها المسلح. الحديث الرئيسي فين? تسليح سفلي 8.12. والعمودي عليه بارض سفلي 8.12. ممكن دلوقتي انك انت تعمل تسليح العمود لو انت عاوز مش عايز تعمله ما تعملوش. وتحط سيخ انه هو سيخ الحزام اللي هو ايه? قلنا انه هو سيخ ايه? داير كده. سيخ بيلف كده زي الصورة اللي بعتها لك. يربط لك الاسيخ كلها من فوق مع بعض. لو عاوز تعمل تفريد تفريد الحديد. تفريد الحديد على البلان كده. هعمل ايه? تعالى. ده وضع احمر ده العادية. ولسود ده المسلح. طول العادية كنا غيبين بتلاتة متر. والمسلحة بتنور 2 من 10. وحطيت كمان الابعاد بتاعتي السمكات بتاعتي السمك العادية 4 من 10. وسمك المسلحة 6 من 10. علشان اخلي رسمي اظهر حلو. واكدت عليك ان التسليح اهم حاجة في الحل بتاعك. اهم حاجة الدكتور ممكن يصحح ازاي? يبص على التسليح. يبص على التسليح. وبعدين يبص على الخطوات. انت مشايق شير صح. البانشنج مسيب تماما. مفيش مشاكل. فهي خلاص. انا مجرى صح اكوز اعمل كده الصراح. هبص على التسليح. لدي تسليح كويس. والقيم مظبوطة. والتسليح شكله حلو. خلاص تمام. وارجع بقى الحل بتاعك كده سريعا كده بعيني. الرجل ده مشايق شير ومشايق بانشنج وعمل خطوات مظبوطة. حتى لو ارقام مش دكتورك قوي. بس هو مطلع النتج في الاخر صح. طب لو عاز اظهر الكلام ده على البلان او اظهر تفريد يعني الحديد ده هوت. يبقى عندي ده تمانية فاي اتناشر في الاتجاه دهوت. في اتجاه اكس ده كده. وتمانية فاي اتناشر الاتجاه العمودي عليه. وده طلع برجل وده طلع برجل برضو الدنهاحات تانية. انا اختب لك انا مالخوصة ان احنا بنعمل الفرش في الاتجاه الطويل. الفرش بعمله في الاتجاه الطويل. هو الصراحة ده مش لازم. ليه مش لازم. هو انا عندي محنس في الاتجاه ده هو زيه في اتجاه العرض. الاتنين زي بعض. بس ليس لحقا عشين التنفيذ. هم بيفضلوا انهما يخللوا الفرشة في الاتجاه الطويل. بس لو انت عملت الفرشة في الاتجاه القصير او في الطويل مش فرع في حاجة. فعليا المحن واحد في الاتجاهين. فباش تفرق معنا في حاجة خالص. بس ده معلومة حبيت اقول الهلل. حد يا جماعة مشكلة في الكلام ده. بس يا جماعة خلاص.